نص الحاكورة هو قصة قصيرة إذن ما نوع أكتب هذا السؤال لديك في أعلى الكتاب حتى لا تنسى عزيزي ما نوع الأدب الذي ينتمي له نص الحاكورة إذن ما هو هو قصة قصيرة نتعرف قبل أن نقرأ درس على صاحبة هذه القصة من هي وما الفكرة العامة لهذه القصة صاحبة هذه القصة هي هند أو الشعر هي باحثة وكاتبة أردنية إذن كاتبتنا هي أردنية هند أو الشعر هي عجل من عجلان لها مجموعات قصصية منها نحفظ شقوق في كف خضرة الحصان عندما تصبح الذاكرة وطنا مرشاة عسكرية والتي أخذت منها هذه القصة إذن سيأتي سؤال في الامتحان من أي مجموعة قصصية أخذت قصة الحاكورة من مرشاة عسكرية نحفظ هذه المجموعة القصصية مرشاة عسكرية ونحفظ واحدة أخرى أما فيما يخص جو النص أي الفكرة العامة أكتب على كتابك هنا أنها الفكرة العامة الفكرة العامة تناور الكاتبة في نص الحاكورة بعضا من ذكريات الطفولة في البيئة الريفية ومظاهرها الجميلة ومدى تعلق الإنسان بها وما تمثله الجدة من قيمة وجدانية في حياة الإنسان إذن هي تتحدث عن ما يخص البيئة الريفية الآن امسك قلمك وكن معي لأنني سأعلم على الكتاب بعض الاستخراجات والأمور المهمة الآن نبدأ بالقراءة لدينا هنا الفقرة الأولى نزلنا من السيارة بسرعة البرقي تصابقنا أنا وشقيقي من يصل إلى بيت جدتي أولا كان أبي يحمل أكياسا كثيرة ويحاول أن يجتاز الطريقة من السيارة إلى باب الجدة إلى باب الجدة الكبير باب حديدي عالا وفيه باب صغير له يد حددية نتصابق على استخدامها والسيطرة عليها طرقنا بابها طرقات متوالية وأمسكت باليدي وأبي يحثني على الطرق كان الصمت يملأ المكان لم نسمع صوت الجدة صرخ شقيقي بصوت يشبه صوت ديك صغير افتحي لنا يا جدتي أحضرنا لك هدايا انتشر القلق على وجه أبي وهو يضع الأكياس الكثيرة على الدرج العتيق أمسك شقيقي باليدي الحديدية حين تركتها وبدأ يدق البوابة الصغيرة بإصرار صرخت بصوت عال جدتي افتحي لنا الراوية هنا هي الكاتبة والشخصية هي فتاة الآن تقول نزلنا من السيارة بسرعة البرق إذن دلالة على كثرة التلحف لزيارة الجدة وحبهم الشديد للجدة فقالوا أننا نزلنا من السيارة بسرعة وبسرعة عالية سرعة البرق تصابقنا أنا وشقيقي من يصل إلى بيت جدتي أولا كان أبي ما به يحمل أكياس كثيرة يحاول أن يقطع الطريقة من السيارة إلى باب الجدة الكبير باب البيت الخاص بالجدة ما به باب حديدي عال فيه أيضا داخله باب صغير له يد حديدية هذه اليد يتصابقون على استخدامها والسيطر عليها فطرقنا بابها طرقات متوالية أمسكت باليد وأبي يحثني أي يطلب مني بإصرار على أن أستمر بالطرق كان الصمت يملأ المكان لم نسمع صوت الجدة هنا عدم سماع صوت الجدة جعلهم يقلقون عليها صرخ شقيقي بصوت يشبه صوت ديكان صغير إذن هناك طفل صغير كان يصرح وهو شقيقها الصغير أن افتحي لنا يا جدتي أحضرنا لك هدايا عند عدم سماع صوت الجدة وأن الهدوء كان يحتل المكان ويملأه ما به انتشر القلق على وجه الجده إذن قلنا ظهر القلق على وجه الأب لعدم سماع صوت الجدة وهنا وضع الأغراض على الأكياس على الدرج العطيق وبدأ الشقيق عندما تركت الأخت الكبرى تركت يد الباب أخذ الولد يدقها بإصرار صرخت بصوت عالي إذن الفتاة صرخت جدتي افتحي لنا الآن نزلنا من السيارة بسرعة البخر تسابقنا تسابقنا أن هنا هي ضمير ضمير متصل في محل رفع تسابقنا أنا وشقيقي من يصل إلى بيت جدتي أولا كان أبي يحمل أكياسا كثيرة ويحاول أن يجتاز الطريقة يجتاز فعلا مضارعا منصوبا بأن والطريقة مفعولا به إذن هنا فعل مضارع منصوب والطريق مفعول به باب حديدي عالي حديدي هنا نعت مرفوع عالي حذفت هنا الياء لأن أصلها عالي حذفت بسبب الإضافة هنا وفيه باب صغير له يد حديدية فيه ماذا باب صغير فيه هنا هي شبه جملة نتصابق على استخدامها على استخدامها هنا همزة وصل فعل ماذا سداسي والسيطرة عليها طرقنا بابها طرقات متوالية طرقنا طرقات طرقات للمعلومة مفعول مطلق أمسكت أمسكت باليدي هنا التاء في محر رفع إذن هنا ضمير في محر رفع وأبي يحثني على الطرق هنا لدينا مصدر لفعل ثلاثي طرق طرقا إذن الطرق مصدر كان الصمت يملأ المكان لم نسمع نسمع فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم صرخ شقيقي بصوت يشبه صوت ديك صغير افتحي لنا يا جدتي افتحي هنا فعل أمد أحضرنا لك هدايا انتشر القلق هنا انتشر همزة وصل فعل خماسي انتشر القلق على وجه أبي وهو يضع الأكياس الكثيرة على الدرج العتيق أمسك هنا فعل يبتدأ بهمزة قطع ماضي الرباعي همزته همزة قطع باليد الحديدية حين تاركتها وبدأ يدق البوابة الصغيرة بإصرار صرخت بصوت عال جدتي افتحي لنا نأتي الآن إلى الفقرة الثانية كان أبي يدور حول الباب ويحاول أن يجد منفذا وكان السفر قد أرهقنا إذن وكان الوالد يبحث ويدور حول الباب يحاول أن يجد هناك طريقا أو طريقا ممرا للوصول للجدة وكان السفر قد أرهقهم أي أتعبهم جلست أمي على حافة الدرجة الكبيرة قرب الباب تخلى أخي عن يد الباب والتصق بأمي أي وقف بجانبها جلس على الدرجة الكبيرة وقال بدلال ماما أنا جائع وتعبان مسحت أمي على شعره فألقى برأسه في حبها لكنه رفع رأسه بسرعة وصرخ بصوت يشبه صوت ديكا نبت له عرف جديد كان بالوداية ديك صغير الآن هو بدأ يكبر صوس صوس كان الصوس الصغير بريشه الأصفر يركض باتجاهنا صرخنا كلنا بفرح قالت أمي انظروا إلى منقاره الصغير وريشه الأصفر ثم سمعت أبي يقول بنبرة اكتشافا لما لا نبحث في الحاكورة لا بد من أن تكون أمي هناك من حيث وجاء الصوس إذن جلست الأم على الدرجة الكبيرة قرب الباب والطفل الصغير اتعبه دق الباب وطرقه فالتصق بأمه وجلس بجانبها وقال بدلالا وهذا دلال على أنه صغير السن أنه جائع وتعبان فمسحت أمي على رأسه ووضع رأسه في حضنها لكنه سريعا ما رفع رأسه وصرخ بصوت يشبه بصوت ديكا نبت له عرف جديد العرف هو جزء لحمي موجود على رأس الدجاج صرخ